اليوم مش لن تنظرون المباحثات اللي حثت بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العراق وهذا الوفد الكبير اللي يتفاوض هذا اليوم في واشنطن وتعرف انت اليوم لقاء السيد الكاظمي مع الرئيس الأمريكي السيد بايدن والكل يتحدث عن اتفاقيات مستقبلية أمنية اقتصادية مالية وأيضا قدمية هل رح ينجح العراق في هذه الاتفاقيات لو رح تبقى اتفاقيات مقيدة كاتفاقيات 2011 بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدين قناة في الغرام اليوم حقيقة خطوة مهمة تقوم بها الولايات المتحدة أمو العراق لأن العراق يعني يريد اخراج الاحتلال بأي صورة من الصور وإن كان هناك محاضات من بعض الكتلة وبعض الساسة وإحراج للحكومة الهراقية باعتبار أنه بعد دخول تنظيم داعش هناك استدعاء للقوات الأمريكية من قبل السيد العبادي بغطاء التحالف الدولي جنابج ذكرتي مفاوضات 2011 والاتفاقية التي حصلت كانت اتفاقية مهمة فرضت على الأمريكان سحب آخر جندي أمريكي احرجت الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم أنه لأول مرة الولايات المتحدة توقع حاكرة اتفاقية مع بلد دخلته عنوى أو دخلته محتلة كما أعلنت بال2003 في الفترة السابقة 2011 لم نرى وجود لفصائل المقاومة اللي الآن يدعون أنها تستهدف الاحتلال أو الفصائل الجديدة التي ظهرت بسبب التمادي الأمريكي على السيادة العراقية وخرقها للسيادة العراقية وليس آخرها اغتيال قادة النصر الشهيدة بمهد المهندس وضيفه الكبير الحاج قاسم سليماني كل هذه الخروقات أدت إلى انفجار شعبي لرفض وجود القوات الأمريكية وبعد تغيير الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية أجبر بايدين وكما معروف أنه خط بايدين يختلف عن خط ترامب أنه لا صقورها ولا حماء فذهب باتجاه أن يحفظ ما وجه من خلال موضوعة المفاوضات لكن سيد البصيخ اللي يتحدث بكل صراحة أنت تعلم أن هذه الاتفاقيات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة التي هي طويلة الأمد والتي توقعت قديما جدا قبل سنوات قليل أتحدث عن الحوار الستراتيجي الوطني العراقي الأمريكي هذا الحوار الجولة الرابعة والأخيرة هذا الحوار كان متواجد أيام السيد ترامب واليوم أيضا في هذه الجولات والجولة الرابعة أيضا هناك حوارات بنفس الإدارة الأمريكية لكن الرئيس يختلف السيد بايدين يعني أنا أقصد أن الرؤسات تغيروا لكن السياسة الأمريكية هي ثابتة وواضحة في هذا الموضوع ألاحظ أن الرئيس ترامب حاول بنفس الطريقة في سوريا أنه سيعيد إعادة انتشار القوات الأمريكية في سوريا وسيكون هناك انسحاب من سوريا هذا قبل حادثة المطار لم نرى هناك انسحابا بعد حادثة المطار المقاومة والرد الإيراني على قاعدة عين الأسد أثر في القرار الأمريكي يعني لما جاء بايدين أنه لازم يخرج من عنق الزجاجة التي وضعها فيها ترامب أفضل طريق لحفظ ما أوجه الولايات المتحدة لكن هو نفس الحواري السيطراتيجي نعم هو مكمل إليه مكمل يعني لكن سينجا بنهاية دورة ترامب لذلك بايدين سعى إلى أن فعلا تطبق هذه المفاوضة ليس تسويف اليوم المفاوضة العراقي في أمريكا سمعنا تصريحات السيد قاسم العراجي مستشار الأمن القومي عندما قال لسنا بحاجة لقوات قتالية أمريكية يعني لأنه موجود عندنا جيش عراقي مورود شرطة موجود عجل شعبي موجود قوة هزمت تنظيم داعش وندعى لبعض أنه هناك للتحالف الدولي اليد الطولة وللأمريكان في ضرب داعش قد لك في البداية بعد 2011 لم يكن هناك وجود لفصائل المقاومة انتهت لكن عادت في 2014 بعد الفتوى خلي نشوف فقط أريد أن أعرج نعم بس نقطة مهمة جدا هزمت تنظيم داعش